السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شباب ان شاء الله تكونوا بخير لو حابين تعملوا صور 3D بالذكاء الاصطناعي وبالتفاصيل اللي بتكون اياها مثل الصور اللي بستعرضها امامكم تابعوني خطوة بخطوة حتى نتعلم ننشئ هاي الصور بالطريقة الصحيحة ومجانا بنجي على متصفح الجوجل كروم زي ما انتم شايفين في محرك البحث بنكتب نضغط انتر نضغط على اول نتيجة بحث زي ما انتم شايفين تابع على شركة مايكروسوفت وعشان ندخل على بنك بلزمنا ايميل على المايكروسوفت اذا ما عنا ايميل على المايكروسوفت بنجي بنضغط على ساين ان اذا عنا ايميل جاهز نكتبه هون وندخل مباشرة ما عنا بنجي على اذا عنا ايميل جيميل بندخل فيه اذا بدنا نعمل ايميل على الاوتلوك بنيجي بنضغط على هون بننشي ايميل على ما بدنا بنرجع على ايميل وبنحط الايميل مثلا ايميل ياهو ايميل جيميل انا بدأ اعمله بايميل جيميل بنضغط بندخل الاسم الاول والاخير بنحط اي اسم اللي بدنا هي اسمك مثلا عادي ما في مشكلة بنحط الدولة تاريخ الميلاد نضغط الان بطلب منا الكود راح يجي على ايميل على الجيميل هذا هو الكود بناخد كوبي راي تقليك بيست نيكست الان في هاي الخطوات لازم نعملها حتى نكمل ان شاء الايميل بنيجي بنعمل هادا الشكل نفس اللي تجاه الايد اللي هون سبمت الظهر في عندنا غلط كان اشتركوا في القناة هيك انتهينا من انشاء الايميل راح يدخل تلقين على موقع بنك الان بنضغط على ايميج بعد هيك على كريات طبعا هذا محرك البحث اللي راح نستخدم فيه لبرومت كود انا في عندي كودات جاهزة نيجي مثلا نستخدم هذا الكود راي تقليك بيست كريات نستنى عليه شوي زي ما انتم شايفين نيجي بنختار الصورة اللي بدنا اياها بشوف اي صورة مناسبة بنضغط داونلود فابتزل عنا على الجهاز الان اذا انت مثلا انجليزياتك شوية ضعيفة وحابي تغير في الكود تيجي على ترجمة جوجل بس تاخد الكود راي تكليك بيست تيجي بتعدل بالكود اللي بدك اياها بدك تغير مثلا انه الفسطان اللون تشيل النظارة الشمسية تغير الاسم بتعدل على الكود اللي بدك اياها وبتاخده في الانجليزي بترجع بتعمل لانجرب كود الثاني نيجي مثلا هذا الكود راي تكليك بيست كريات زي ما انتم شايفين هاي الصور اللي انشأها نختار برضو الصور اللي بتعجبنا بنعملها داونلود بدنا نغير بالكود برضو بنغير مثلا نشيل الاسم مثلا هودا مثلا نغير نكون مثلا بناشل نسناب شات نحط مثلا يوتيوب يوتيوب فيسبوك البدكية يوتيوب بنضغط زي ما انتم شايفين صور ما شاء الله عليها يعني نجرب كمان كود كريات زي ما انتم شايفين صور ما شاء الله عليها الآن نجرب كمان كود نجرب مثلا هذا الكود نضغط نضغط كريات نفس العملية زي ما انتم شايفين صور ما شاء الله عليها مثلا هاي الصورة مناسبة بنعملها داونلود الآن اذا حابين الآن اذا انت مثلا حاب تغير صورتك مكان صورة الوجه في الصورة 3D احنا طبعا عملنا لها داونلود بنجي بنفتح تابة جديد بندخل على نكتب نضغط ندخل على اول موقع بنجي بننزل لتحت بنجي بنضغط على بعنا الصورة هنا اللي بنغيي صورتنا او نغيي صورة الوجه فيها بنجي بنختار الصورة اللي عملنا لها داونلود الآن في عنا الابلود تاركت فيس هنا بتحمل صورتك بنفرض هاي صورتنا طبعا لازم ندخل على الاميل الآن بنضغط على swap طبعا في عندي 30 في كل الاميل نضغط على swap زي ما انتم شايفين الآن نحمل كمان صورة مثلا عندي صور أنا منشي قبل الآن برضو بنضغط كمان swap زي ما انتم شايفين صور في غاية الدقة طبعا هون في عندي تاعد فيندي اكثر من تمبلت مثلا نضغط على امور مثلا نضغط على فيلم عندي مثلا صورة سبيدر مان مثلا نضغط على شور نضغط swap زي ما انتم شايفين غيّل صورتنا لصورة شخصية سبيدر مان بدك تشوف كمان صورة مثلا ايرون مان نضغط شور الآن نضغط swap زي ما انتم شايفين الآن بنعمل download للصورة نشوف كيف طلعت لو بنحسن الصورة او نكبرها ونعملها في resolution عالي بنيجي على موقع اسمه cutout cutout dot bro بنيجي اول شي ندخل على الموقع نستخدم الجوجل الآن بنيجي بنضغط على product بنيجي على photo enhancer بنضغط عليها بنحمل الصورة اللي بنعدل فيها resolution هاي الصورة open زي ما انتم شايفين هاي الصورة الاصلية وهي اللي اتعدل عليها طبعا عفري دا لو تقدر تنزل الصور قد ما بدك احنا بدنا ننزلها full HD full HD بي عندك credit فبس يخلصوا بدك تضطر تدخل باميل ثاني زي ما انتم شايفين في عندي credit هون خمس نقاط بنيجي بنضغط على download HD نشوف كيف الصورة صارت زي ما انتم شايفين وبهيك انتهينا من شرح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا وشاكر الكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة